اشتركوا في القناة بدعوة لفرض الحراسة على النقابة والأسف صدر الحكم بهذه الطريقة ونحن بصدد الطعن عليه بكل الوسائل القانونية ونقوم بحملة دعائية لتنبيه المجتمع المصري لخطورة هذا الحكم على صحة وأداء الخدمة الدوائية للمريض بكل مجتملاتها في الصيدليات العامة وفي صيدليات الحكومة وفي مصانع الدواء وفي وزارة الصحة وفي الرقابة على الدواء وفي كل هذه المسائل كلها هتتأثر بهذه الحكم تأثر بالغ تأثر سلبي بالغ بأثر مدمر حضرتك احنا بنقول لحضرتك ان احنا كمهنة بنقدم الخدمة الدوائية على مدار الساعة للجمهور من خلال 63 ألف صيدليات منتشرة في كل نجوع مصر عندنا صناعة دواء 30 مليار جنيه بتنتج لصالح المريض المصري عشان توفر له دواء آمن وفعال ورخيص في نفس الوقت لان احنا لو بنستورد هذه الادوية هتتكلف 500 مليار جنيه عندنا هيئة قومية للدواء بنعمل على انشاءها علشان تحسين وتطوير وتوفير الدواء المصري الآمن الفعال الرخيص ليه المصريين وتصديره ليه الخارج عندنا 50 ألف صيدلي بيعملوا في الحكومة بيقدموا الخدمة الدوائية من خلال صيدليات المستشفيات الحكومية للمريض المصري عندنا صيدلي بيقوم بخدمة اسمها الخدمة الصيدلة السريرية في المستشفيات بتوفر نص نفقات الادوية على وزارة الصحة كل هذه المنظومة حضرتك حتتأثر وحتنهار بوجود ناس مش متخصصين وناس لا تعنيهم المهنة القضاء أو الحارس القضائي أو لجنة إدارة النقابة لا تعنيهم هذه المسائل كلها فبالتالي حتتعرض هذه المسائل للانهيار وهذه المشروعات للانهيار التام وده حيتأثر بالمريض المصري قبل أن يتأثر بالصيدل هو صيدلانية من المعرفش توجه أنا لم أكن أعرفها من قبل وأظن أن وراها ناس هي ليست منفردة أمام هذا التحرك اللي هو في الحقيقة دمر المهنة وحيسجل اسمها في لوحة العار في نقابة الصيدلانية أنها أول صيدلانية تقوم بهذا الموضوع وتطلب فرض الحراس على نقابتها وكان أولى بيها زي ما قال الدكتور محمد عبدالجاد كان أولى بيها أنها تيجي النقابة وتتعرف على كل ما يعني لها وتستفسر عن كل ما تطلبه وكانت حتجد الإجابة في النقابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر